اهلا وسهلا بيكو في فيديو النهاردة هنعمل المساقع بالبشامل ودي من الوصفات المصرية المميزة جدا هنعملها بطريقة سهلة ومكونات بسيطة واغتطلع معايكو مظبوطة جدا وخفيفة قوي هوريكو كمان ازاي تعملوا صوص البشامل المظبوط بتاع المساقع يلا بينا على طول نبدأ ونشوفها نعملها ازاي مع بعض بس لو دي اول مرة تشوفوني انا عالية لو لسه مشتركتوش في القناة نزلو اشتركو دلوقتي وزا عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملو له لايك وشير يلا بينا نبدأ اهم حاجة في المساقع طبعا هو البتنجان علشان كده لازم نختاره تكون القشرة بتاعته غمقه وبتلمع ولما نضغط عليه يكون قوامه جامد مشتري وده دليل ان ما فيش جواب وزور كتير كمان اختاروه دايما يكون العود بتاعه لسه اخضر علشان يكون لسه فرش ولونه ابيض من جوا بنبدأ طبعا نجهزه وبنشير الجزء الاخضر بتاعه وبنقشره بالطول بالشكل ده التقشير بالطريقة دي مش بس علشان الشكل لانكو لو قطعتوه حلقات بدون تقشير القشرة بتبقى عاملة زي الرينج حواليه وما بتتقطعش بسهولة بعد القلي او التسوية ده طبعا لو كنتوا هتقطعوا البتنجان حلقات لكن لو كنتوا هتقطعوه بالطول فتقدروا تستغنوا عن الخطوة دي وتبدأوا بالتقطيع على طول بنقطعوه حلقات بسمك متوسط مش تخينة اوي ومش رفايع اوي لانها لو كانت رفايع اوي هتتحرق بسهولة في الزيت ولو كانت تخينة اوي كمان مش هتستوي كويس في الفرن فالوصفة دي استعملت 3 بتنجانات حجمهم متوسط بقشرهم وقطعهم كلهم بنفس الطريقة بعد كده هرسل بتنجان على منادي المطبخ اوفو تنظيفة وهرش عليه شوية ملح علشان يخرج الميا بتاعته كلها في ناس بتحب تنقع البتنجان في الميا لكن انا ما بحبش اعمل ده خالص لانه هي شرب ميا كتير وكمان هيخلي لونه اغمق بعد كده هنبدأ نجهز البطاطس استعملت كمان 3 حبات بطاطس حجمهم متوسط بنقشرهم وبنقطعهم حلقات رفايع بالشكل ده ونخلي بالنا ان شرايح البطاطس تكون ارفع من شرايح البتنجان لانها بتحتاج وقت التسوية اطول علشان لما يدخلوا الفرن ياخدوا نفس وقت التسوية علشان بس ما تتفاجئوش بعد كده وتلاقوا البطاطس للسانية او كانت محتاجة وقت اطول وطبعا لما بنقشر البطاطس او بنقطعها بننقعها في مياه بردة لحد ما نقليها علشان لونها ما يغمقش مننا الفلفل الرومي كمان من الحاجات الاساسية مع المساقعة هنحتاج 3 او 4 حبات حجمهم متوسط وبنقطعهم حلقات بالشكل ده تقدروا كمان لو تحبوا تستعملوا الفلفل الحار بيبقى حلو قوي معها ويدوب في خلال 10 دقايي او ربع ساعة بالكتير بيكون البتنجان نزل مياه بتاعته بضغط عليه بمناديل او بفوطة بالشكل ده علشان نزل منه اي مياه زيادة كمان يفضل ان الملح اللي براشه على البتنجان يكون ملح خشن مش ناعم علشان ما يملحش البتنجان زيادة عن اللزوم لان لسه باقي الوصفة فيها ملح بعد كده هنبدأ نقلي الخضار اللي جهزناه في زي تغزير وبنبدأ اول حاجة بالبطاطس انا مش عاوزة البطاطس تاخد لون او تغمق يعني احنا مش هنقليها بالمعنى المفهوم هي بس مجرد هتاخد صدمة وبتكون زي اشرة بسيطة كده من برة ده اللي بيخليها تحافظ على قوامها وشكلها وما تتريش مننا مع التسوية يعني يا دوب اول ما تاخد لون ده بيفاتح وتكون عليها اشرة بسيطة من برة بالشكل ده على طول بنشيلها من الزيت بنصف فيها كويس وبنحطها على منادي المطبخ ونحاول نخليهم جنب بعض مش فوق بعض لشان يبرادوا كويس وكمان علشان ما يشربوش زيت بنخلص كمية البطاطس كلها بنفس الطريقة وبعد كده في نفس الزيت هنقلي البتنجان بعد طبعا ما نكون نشفناه من اي سوائل زيادة عليه كمان لو حابين المسقعة تكون خفيفة اكتر فتقدروا تشو الخضار ده في الفرن بدل ما تقلوه في الزيت بنرسه جنب بعض في صنية وبنرش عليه رشة بسيطة من الزيت وبندخله الفرن لحد ما ياخد لون دهبي طبعا لما بنطلع البتنجان من الزيت بنحطه على منادي المطبخ لشان ينزل اي زيت زيادة جواه وكمان يبرد كويس وما يتهريش مننا لما بنخلص كمية البتنجان كلها كمان في نفس الزيت هنقلي الفلفل بس احنا مش بنقليه قوي يدوب بس بياخد صدمة علشان يكون طري معانا ونقدر نتحكم فيه بسهولة بنسيب الخضار اللي قليناه يبرد وبنبدأ دلوقتي نحضر العساج فتاصة صخنة على النار هحط فيها معلقتين كبار من الزيت وهنزل عليها نص كيلو من اللحمة المفرومة بنبدأ نقلبها على نار عالية طبعا لحد ما تنزل كل المياه والسوايل بتاعتها مش هتاخد مننا وقت طويل يعني تقريبا من 5 ل 7 دقايق بالكتير وبتبقى بالشكل ده بعد كده هتضيف عليها البصل عندي هنا بصلة متوسطة ومفرومة ناعم وهضيف كمان فصين توم هروسين التوم طبعا أساسي مع المساقعة وهقلبهم كويس مع بعض لحد البصل والتوم ما يبدأوا يدبلوا ويدخلوا في مرحلة السوا كمان مش هياخد وقت طويل تقريبا 3 ل 4 دقايق بس في المرحلة دي طبعا بخلي النار متوسطة مش عالية بعد كده وكخطوة إضافية لو بتحبوا المساقعة بتاعتكو تكون سبايسي أو حرة هضف لها معلقة كبيرة من الفلفل الحار المفروم ناعم أنا بحب أضيف الفلفل الحار في المرحلة دي علشان طعمه يتوزع كويس مع المساقعة وما يكونش قوي زيادة عن اللزوم بس زي ما قلتلكو دي خطوة اختيارية تماما تقدروا تستغنوا عنها خصوصا لو كان في أطفال هتاكل منها بعد الفلفل ما ديبلوا بقى بالشكل ده هضيف دلوقتي عصير الطماطم استعملت هنا كوبايتين من عصير الطماطم المركز تقدروا تستعملوا الفرش أو المعلب هضيف دلوقتي كمان التوابل استعملت هنا معلقة صغيرة من الملح والفلفل والكمون والبابريكا هقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس وهسابهم على نار متوسطة لحد الطماطم ما تتسبك كمان مش هتاخد وقت طويل تقريبا من خمس لسبع دقايق ده بيكون شكل العصاج بعد الطماطم ما تسبكت وتقريبا كل السوايل للزيادة اللي فيه تبحارت وبكده خلاص العصاج بتاعنا بقى جاهز هشيله دلوقتي من على النار وهنبدأ نحضر آخر حاجة معنا وهي طبقة البشمال علشان نعملها نحتاج أربع معالق كبار من الزبدة وطبع لازم نستنى لحد ما يدوبه تماما قبل ما نضيف عليهم الدقيق الدقيق كمان بيكون أربع معالق كبار دايما وإحنا بنعمل البشمال كمية الدقيق بتكون قد كمية الزبدة أو المادة الدهنية عموما اللي احنا بنستعملها بنقلبه كويس مع الزبدة لحد ما يدوب تماما وما يكونش فيه أي تكتلات وقوامه بيكون سايل تقريبا بالشكل ده لما يبدأ يغلي على طول هنضيف عليه الحليب استعملت هنا أربع كبيات من الحليب البارد ومهم جدا أن الحليب اللي استعمله يكون بارد علشان البشمال يفضل محافظ على القوام بتاعه وما يحصلش فيه أي تكتلات وطبعا بنقلبه باستمرار لحد قوامه ما يتقل معانا ويبقى بالشكل ده هضف له دلوقتي كباية من الكريمة السايلة والكريمة من الحاجات اللي بتدي طعم حلوة قوي للبشمال خصوصا اللي بنعمله المساقعة بتخلي قوامه كريمي وخفيف مش تقيل زي بتاع الماكارونة لو مش متوفر عندكم الكريمة السايلة تقدروا تستبدلوها بمعلقتين كبار من القشطة بندوبهم في نص كباية من الحليب أو تقدروا تستعملوا الكمية كلها من الحليب لو تحبوا هنضيف كمان نص معلقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود بنقلبهم مع بعض وكده بيكون صوص البشمال بتاعنا جاهز زي ما نشايفين قوامه خفيف مش تقيل خالص بعد ما جهزنا كل المكونات هنبدأ دلوقتي نرتب صانية المساقعة وبحب أول حاجة أفرط طبقة بسيطة من البشمال في أرضية الصانية الطبقة دي بتبقى زي قاعدة كده علشان لما يجي أقطع المساقعة وطلعها من الصانية تخرق قطع واحدة وما تتفرفتش مني وأول طبقة بنرصها هي طبقة البتنجان ونحاول على قد ما نقدر ما يكونش فيه فراغات كبيرة بينهم كتب الطبخ بتقول علشان نعمل مساقعة باللحمة المفرومة كمية اللحمة بتكون تلت كمية الخضار يعني لكل كيلو من الخضار هنستعمل تلت كيلو من اللحمة بس لو كان يديق الطبق الرئيسي فيفضل نخلي كمية اللحمة نصف كمية الخضار يعني لكل كيلو من الخضار نستعمل نصف كيلو من اللحمة تاني طبقة هنضفها هي طبقة البطاطس وكمان نحاول ما نخليش فيه فراغات كبيرة بينهم تقدروا لو تحبوا تعملوا المساقعة بالبتنجان والفلفل بس وتستغنوا عن البطاطس خالص لكن البطاطس غير إن هي بتديها طعم حالو بتخلي كمان قوامها متماسك شوية لإن البتنجان طبيعي قوامه بيكون طريقوي بعد كده هنروس طبقة الفلفل وكمان نحاول نوزعها كويس في الصينية وقبل ما اضيف طبقة العصاوج أو اللحمة بحب أضيف معلقتين كبار من البشاميل بيديها طعم حلو قوي وبيخلي قوامها كريمي جدا من جوة بنبدأ بعد كده نحط العصاوج بتاعنا كطبقة واحدة ونوزعه كويس في الصينية وبنحاول نخليه كله بسمك واحد تقدروا كمان لو تحبوا تضيفوا فوق اللحمة طبقة من الجبنة الموزاريلا أو الجبنة البرمجان لكن انا بحب أسيبها زي ما هي كده بتعمها الأصلي اللي بنحبه ومتعودين عليه بعد كده هرس طبقة تانية من الخضار ببدأ بالبتنجين وبعد كده البطاطس الفلفل بنحطه طبقة واحدة بس في النص ومش بنكررها تاني كمان مهم جدا قبل ما نبدأ نرتب الصينية أو نجهزها يكون الخضار بتاعنا برت تماما بعد ما قلناه أو شاويناه هي اسمها مسقعة فلازم الخضار يبرد تماما علشان ما يتهديش مننا والتسوية بتاعته تكون مزبوطة وآخر حاجة هنضيف طبقة البشامال على الوش وزي ما قلتلكم البشامال بتاع المسقعة قام وبيكون خفيف مش تقيل زي بتاع المكارونا كمان علشان المسقعة بتاعتك تكون خفيفة وطعمها حلو وآخر حاجة بحب أضيف شوية من الجبنة الموزاريلا على الوش بتديها طعم حلو قوي كمان وبدخلها فرن سوحنة درجة حرارة 180 هتحتاج تقريبا من 20 ل 25 دقيقة بالكتير أو لحد ما تتحمر وتاخد لون دهبي ده شكل المسقعة بعد 25 دقيقة بالضبط وزي ما انت شايفين كده أخدت لون دهبي حلو جدا ومش قادرة وصف لكم رحيتها حلو قد إيه بحب كمان أضيف لها شوية من البقدونس المفرومة على الوش بيديها شكل وطعم حلو قوي كمان طبعا يفضل لما تخرج من الفرن تسيبوها ترتاح على الأقل للمدة ساعة علشان تبرط شوية ولما تقطعوها تكون متماسكة أكتر بصوا قطعة المسقعة قد إيه شكلها جميل ومتمسكة ما بتنهرش مننا رغم أن هي لسه سخنة كمان صوص البشاميل قد إيه ناعم وكريمي كأنه كريمة مش بشاميل دي من أكتر الوصفات اللي بحب أعملها دايما بتبقى حلوة قوي كمان في العزمات أو للفطار في رمضان كمان الحضار التسويه بتاعته ممتازة بيدوب معاك ومجرد بس ما تلمسوا بالشوكة وطبقة البشاميل اللي حطناها في النص دي كمان خلت قوام المسقعة كريمي جدا كمان التوابل اللي استعملناها كانت بسيطة قوي فمش تغي على طعم الخضر أو اللحمة تحس أن كل النكهات طعمها واضح ومتنغمة جدا مع بعض هي دي كانت وصفتنا للنهار دا أتمنى أنها تكون عجبتك واتجربوها بألفة هنا وشفة مقدما لكل اللي هيدقها ما تنسوش تبع تولي سوار تطبيقاتكو على انستجرام وفيسبوك كمان لو عندك أي سؤال أبعتولي في الكومنس وإذا عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملو له لايك وشير أشوفكو على خير في فيديو جان شاء الله باي باي